تسريبات صوتية مسجلة لمحادثات دارت بين جنود إيرانيين ومرتزقة تابعين لميليشيات الحرس الثوري الإيراني في إدلب تكشف عنها صحيفة تليغراف البريطانية التسجيلات النادرة كشفت كيف يوجه الجنود الإيرانيون والمرتزقة الأفغان العمليات العسكرية في إدلب في معركة وعدوا بعدم المشاركة فيها خلال محادثات السلام في أستانيا وسوتي مجموعة ماكروميديا سنتر المستقلة مررت هذه التسريبات إلى تليغراف بعد أخذها من إحدى المراصد المحلية على الأرض والذي التقت الموجات اللاسلكية للميليشيا وتظهر التسريبات وجود الميليشيات الإيرانية في إدلب رغم محاولتها إخفاء ذلك وأن لديها أسلحة ثقيلة وتستخدم المدفعية وقاذفات الصواريخ وقالت الصحيفة أن الجزء الأكبر من التسريبات يعود لشهري أيلول وتشرين الثاني من العام الماضي وذلك بعد اكتشاف تردد الموجات اللاسلكية للميليشيات موضحة أن بعض التسجيلات يعود لأواخر الأسبوع الماضي وأوضح التليغراف أن تلك الميليشيات جاءت من قاعدة موقتة في بلدة التمانعة التي تتبع معرة النعمان في إدلب على بعد كيلو مترات من قواعدهم الموجودة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في حلب وحمص وبحسب الصحيفة تقدر أعداد مقاتلي الميليشيات الإيرانية بأربعمائة مقاتل فيما يقول آخرون أن العدد يصل إلى ثمانمائة مقاتل وذكرت الصحيفة أن التسريبات الصوتية للمحادثات اللاسلكية بين مقاتلي الميليشيات مليئة باللغة الطائفية ما يثير الخوف لدى أهالي إدلب مصادر محلية قالت أن مشاركة تلك الميليشيات لا يقتصر على مشاركتها في القتال فقط بل يتعد ذلك عبر تقديم المساعدة العسكرية والتدريب للمقاتلين المحليين وجلب الخطباء الشيعة الإيرانيين ولبنانيين لتقديم التوجيه الديني للمقاتلين على الخطوط الأمامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر